خلينا دلوقتي نروح سريعا لزميلتنا من الشرقاوي موجز لأهم أخبار الساعة صباح الخير مننا شكرا لك مصطفى صباح النور الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج بالتنسيق بين وزارة البترول وشركة إني الإيطالية لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وقطاع الغاز والطاقة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة إني الإيطالية للبترول كلاوديو ديسكانزي وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية طريق الملأة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس شركة إني الإيطالية استعرض خطط الشركة الحالية والمستقبلية لاستكشاف وإنتاج الغاز في مصر وذلك في ضوء ما تمثله من مركز إقليمي لتداول وإنتاج الطاقة والغاز المسال وجه رئيس السيسي بتطوير الجهود والأنشطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال تشكيل كيان استثماري فاعل للمنطقة في المشروعات التابعة لها فضلا عن استغلال إمكانات المنطقة خاصة موقع حل جغرافي المتميز في قناة السويس جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين حيث تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات الاستثمارية والاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخلال الاجتماع طلع رئيس السيسي على الخطط الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية لجزء بالاستثمارات فضلا عن الموقف التنفيذي لمشروعات تعزيز قدرات المنطقة الاقتصادية ووجه رئيس السيسي أيضا بتطوير المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مدن متكاملة تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم صالونا حول قانون الأحوال الشخصية ويتناول الصالون عدة محاور منها أسباب ونتائج التفكك الأسري وآلية إدارة حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية بالإضافة لمناقشة أهم النقاط والمحاور الخلافية بقانون الأحوال الشخصية والتعديلات المقترحة عليها استعاد الجيش السومالي السيطرة على مدينة ساحلية استراتيجية كانت تحتلها حركة الشباب الإرهابية منذ أكثر من عقد ووصف رئيس الوزراء السومالي حمزة بري تحرير مدينة هيراردي بالانتصار التاريخي ومنذ عام 2010 كانت هيراردي هي مدينة ساحلية تقع على مسافة 500 كم شمال العاصمة مقدشيو تحت سيطرة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وكانوا يستخدمون البلدة الساحلية للحصول على المؤن أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي أن وفد الوكالة وصل إلى أوكرانيا للمساعدة في ضمان السلامة والأمن النوويين في ظل صراع المستمر وأوضح جروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون حاضرة بشكل دائم في أوكرانيا قريبا كان جروسي قد أعلن في وقت سابق عن خطته لدشر خبراء الوكالة في كافة المحطات النووية الأوكرانية بما فيها محطة تشيرنوبل التي خرجت من الخدمة منذ الكابثة النووية فيها عام 1986 قالت منظمة الصحة العالمية أنها أوصت بأن تراقب الصين الوافايات الزائدة بسبب فيروس كورونا للحصول على صورة أشمل لتأثير ارتفاع عدد الإصابات هناك وأضافت منظمة الصحة العالمية أن هذه المراقبة مهمة جدا خاصة عندما يكون النظام الصحي تحت ضغط كبير كانت الصين قد أعلنت أن نحو 60 ألف شخص مصابين بكورونا توفوا في المستشفيات منذ أن تخلت عن سياسة صفر كوفيد الشهر الماضي وهي زيادة ضخمة عن الأرقام التي أعلنتها قبل أن تواجه انتقادات عالمية بسبب البيانات المتعلقة بكورونا نهاية مجزة الثامنة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بادي الفوس